بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن أحبهم وصعفاهم وتمسك بسنتهم وسار على محجتهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سر الفصاحة إتقان مخارج الحروف سر الفصاحة إتقان مخارج الحروف أي إخراج الحروف من مخارجها بصفاتها المذكورة في علم التجويد مخارج الحروف في العربية تتميز عن مخارج الحروف في كل لغات العالم لا تشابه بين مخارج الحروف حروف العربية ومخارج حروف اللغات الأعجمية مخارج الحروف في العربية لها خمسة مواضع أو خمسة مناطق في أعلى الجسم الموضع الأول الجوف أي الصدر ومنه تخرج حروف الحلق الحمزة والهاء والحاء والخاء والعين والغين ثم المخرج الثاني أو الموضع الثاني أقصى الحلق أخرج منه القاف والكاف أقصى الحلق من مؤخرة الليسان ثم الليسان ومعظم الحروف تخرج إما من وسطه أو من حفته ليسرك حرف الضاد الذي هو حرف الغربية ومن مقدمة الليسان وهي حروف كثيرة تكاد مخارجها تتقارب حتى لا يتقنها إلا البارع الماهر يخرج كل حرف من موقعه مع النطع الأعلى سقف الحلق الأعلى ورأس الليسان ثم الموضع الثالث هو الموضع الرابع الشافتان ومنها يخرج الفاء والميم والباء والواو ثم المخرج الأخر وهو ليس للحرف ولكن للغنى وهو الأنف ونقول نقول ما قاله العلماء من لا يستطيع أن يخرج كل حرف من مخرجه بصفاته المذكورة في علم التجويد فإنه لا يصلح أن يوخذ عنه منطق الحروف ومخارج الحروف ولكن عالما قد يوخذ عنه العلم التجويد نظرا ولكن تطبيقا لا يستطيع إلا من يتقن إخراج كل حرفين من مخرجه بصفاته ولتحقيق مخرج أي حرفين قال العلماء نبدأ بألفين مكسورة بإي نقول إي ثم يتلوها الحرف الذي نريد إخراجه إخراجا صحيحا فنقول إم ونقول إف ونقول إط ونقول إت إت ونقول إج لا نقول إج حتى لا يتعدد الحرف كأنه صور متعددة كما يخطئوا بعضنا يقولوا الر الر رحمني فتكررت ر فإذن حينما نريد تحقيق إخراج حرفين نقول إل إم إف إك إق وهكذا وعندنا اليوم مخرجان أجنبيا لا تعرفهما اللغة الغربية ولا يعرفهما علم التجويد وقد انتشر ونحن نسمع ذلك في الإذاعات ونسمع ذلك في المحاضرات ونسمع ذلك في المجالس كمان نسمع ذلك في القنوات المخرج المخرج الأول هو موجود في بعض القبائل في المغرب ينطقون الت الت ينطقونها الت كأنك تقول إت وهذا لا يوجد هذا المخرج لا يوجد ولا يمكن كتابته عربيا إت لا يمكن أن يكتب عربيا إت حتى ومتى وضربت وفعلت هذا لا يوجد في العربية يوجد في العربية حربان متقاربان كما يقول في بعض القبائل الت الصغرى والط الكبرى الت حتى ولكن الكبير نقول حط يحط الط والمخرج متقاربا ولكن صوت مخرجه ما يختلف أم الذين يقول الت فهم أصحاب مخرج إت ولا يوجد وهذا ينبغي أن يتعلمه المسلم الذي يحرصه على النطق بحروف القرآن منطقا سليما صحيحا مقبولا المخرج الثاني وهو الأكثر وهو البشع الذي انتشر في أيامنا وهو إت ينطقون الت أو الث بالش حتش وقل شو وضرب شو وأكل شو وهكذا هكذا نسمعه في هذه الأصوات المنفرة التي تغير المنطق العربي منطق القرآن الكريم فلا يوجد إت ولا يكتب بالعربية إت لا يوجد أبدا ونحن نقول الت ليست هي الث وبعض الناس يظلم الث فيسقطها من منطقه يقول ثم ولا يوجد ثم إنما نقول ثم حرف وعطف وإذا كان بنقطتين من فوق صار فعلا ثم حرف 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 عطف وأما إذا نطقناه تم فصار فعلا تم يتم وليس الفعل هو الحرف وهذا النطق يفسد قد يفسد معناه إذا نتقوا في القرآن الكريم قد يفسد معناه الفاظ القرآن الكريم كذلك في بعض القبائل عندنا لا ينطقون الض ينطقون الض ضربت ضربت أكيد يقول ضربت والضرب بالرقبة بالشالة مع أن الكلمة الفصحة هي ض ض حرف الض الذي يخرج من حافة اللسان اليسرى من أقصه إلى أقصه ضربت فنطق الض ضاء قلب للحقيقة وكذلك في بعض القبائل يقلبون الض طاء فيقولون لضربت فلان يقول طربت طربت وطرب شيء آخر طرب هو الغناء طربت ويقول في البيض 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 وهذا خطأ بشيع وفي بعض القبائل ينطقون الكافة خاء وهذا في المغرب أيضا يقول قلت لخ قلت لخ أي قلت لك قلت لخ يغير فأخاء وهذا تغيير لمنطق القرآن الكريم ولصواب العربية ثم الذال والدال كثير من الناس لا يحافظ على الذال المعجم فيقول ذلك ذلك فتغير ذلك اسم الإشارة إلى ذلك وهو فعل النقطة لها قيمتها والشال لها قيمتها فعدم المحافظة على هذه المخارج وعلى هذه الأصوات يبدو أثره سيئا حينما نقرأ القرآن ونحن لا ننطق بالحروف من مخارجها الأصلية بأوصافها العلمية ويحرم النطق بقلب الحروف ننطق بالذال دال وبالسائ بالسائتاء أو بالضادي ضاء أو بالضادي ضاء هذا يحرم النطق به في القرآن لأنه يقلب المعلم ويقبح يحرم النطق به في تلاوة القرآن ويقبح في غير القرآن لأنه قلب إلا من عجز عجزا وهو يعلم أن الحرف هو الكاف أو هو الضاد أو هو الطع ولكنه لا يستطيع النطق به فهذا كما قلنا لا يوخذ منه تطبيق التجويد التطبيق العملي قد يوخذ منه علم التجويد نظرا هذه بعض ملاحظات أو بعض التوجيهات أو التنبيهات قصدت في هذه الليلة المباركة من هذا الشهر المبارك أن ينتبه إليها المسلمون ويعمل على تفاديها ويصحح منطقهم لأن منطقهم منطق شريف منطق القرآن الكريم ومنطق السنة الصحيحة ومن اعتدى على حرف عربي فإنه قد يعتدي على كلمة قرآنية ومن اعتدى على كلمة قرآنية فإنه يمكن أن يعتدي على القرآن وعلى السنة عفان الله وإياكم وأصلح لله قلوبنا وألسنتنا وجوارحنا وتقبل الله منا ومنكم صيام هذا الشهر الكريم وقيمه وأعماله وبارك في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته